السلام عليكم متابعي قناة ابو حفص حيلي مرحبا بكم قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى دعب المقطع بلايك ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر تنبيهاته ليصلك الجديد دمتم احرار والسلام عليكم ورحمة الله يلا اخواني اتباك الله عليكم وشكرا لكم وأحييكم تعليقات علي أنك شربت بليزر أأأ أشربت بليزر أنا سنشرب بليزر وأنا كنحب ستير رسول الله نعوذ ب الله أنا سنشرب بليزر أنا سنشرب بليزر فنعوذ بله والله العظيم حتى تقطع يمها هذه اليد وما شربت شبه بلي من هذا ليمن الكاميرا يا أخي المشاهد قال بالك الحقيقة هذه ليمن بسم الله أنا أنك سنشرب بلي من أشهد أن لا اله الله وأشهد أن محمدا عبدو ورسوله انا اكل بالشمال او اشرب بالشمال نعود بالله هذه ليمن انا اشرب اخي المشاهد بليمن انا املك اسكنقرة يعني لاحظت اخوانك يقولون لك اشرب بالشمال نعود بالله صحبي الكاميرا مكتبين لك الحقيقة يا اخي انا اشرب بالشمال اصحبي نعود بالله و انا عارف حبيبنا رسول الله صلى الله وسلم داته يوم اسمع تاكل بالشمال انا اسمرار والي اود يا اصحاب اليمين يقول universal الامن ومصحب الشمال وهي أخي الكريم وكل بليمن وش رب بليمن الله وعسى يوم القيامة تشبر الكتاب ديالك باليمين وتقول وتنادي وتقول ها أمو ها أمو قرأوا كتابيه ربي قال فأما منوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمو فيقول ها أمو قرأوا كتابيه يا أخي الكريم شرب بليمن وكل بليمن علاش الله وعسى تشبر الكتاب ديالك يوم الحصر والندم ما بليمن الله رزونا التابعة يا إخواني قبل الممات أنا يا إخواني كان شرب بليمن وكان نكل بليمن حيث أنا مسلم وأنا أستجيب لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الكرمي إخواني بهذه أختم أنا رأي الله سكن حبكم وما كان سخجي بكم اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم حكي لنا في الحديث الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عنده رجل الرجل كلام عن النبي فأكل بشماله الرسول صلى الله عليه وسلم كان من طبيعته لا يؤخر يعني الكلام عن وقت الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان كبير كشوف يحاجة كبير قال له أشريف رسول الله قال له كل بيمينك قال له لا أستطع قال له ما أستطعت شي قال له ما أقدرت شي هو ما منعه إلا الكبر فنبي صلى الله عليه وسلم ظهر فيه قال له لا أستطعت يعني بالكلام لنا قال له يعني لا تزال في أمك كيف حال هذا فنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أستطعت فما رفعها إلى فيه واليد ياله تشلت يالك تخالف النبي يالك تعصى رسول الله سلم في كثير من المعاملة في الحياة الدنيا وفي الحياة النار هل تخالف النبي؟ عندك رأيك أكل بوليسي غادي في الشنطي سعيك طيقة الصيارة أو الطيارة يادك ومع الملشي حزاب السلامة تخلص بروسي لماذا؟ المخالفة كما يقول القانون لا يحمي القوم المغفالين ويخالف الدين ويخالف شعر الله عز وجل الدين اللي من أجل ربي العالمين وجدنا بيه يعني من أجل وجدنا الله عز وجل في هذه الحياة رأي يا أخي المشاهد احنا ما خلقناش الله عز وجل هباء أفحسبتموا أنما خلقناكم عباتا احنا ماشي عبات رأينا إلى ربيك الرجعة راجوا حضنا وأنقوا ألا رجعوا عن ربي العالمين وأنطلقوا الله والله عز وجل يا أخي المشاهد يسونا على الصغيرة والكبيرة طيرا والنازل لكن ما كان قوله والله ما تزهق لأنت ولا أنا معك ربي قال وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ تواضع معنا السنحلي الله يا أخي الله يا أخي حشو ما صحبي نعود بالله المتكبرين كيقصمهم ربي العالمين نعود بالله السي عزيز حشو ما ليس قوله لك لما صحبي اسمع اسمع ربي شنقال أنك كلها نقول الآية وشفتك تعليق يعني أعلمني الحال الله ربي قال وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كان عنه مسؤولاً وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ الْسَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كان عنه مسؤولاً واش نفهم يا اخواني كل حاجة يسولك بالعالمين هاد لودينا فاش نصنطي بها هاد العوينة شنوش هاتي بها هاد القلب ها هو السلطان الجوارح وكما يقال بأن القلب كتكلم مع الجوارح مع الجسد كامل الجوارح يعني هذا راح حديث يعني ما من يومين إلا هو الجوارح الجوارح كلها كتكلم مع القلب كتقول له يا أيها القلب اتقى الله فينا فإنما نحن بك فإن تستقمنا وإن عواججت عواججت وكيف مقى الله الزواج الحق صيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلا من آت الله بقلب سليم يا اخواني يكون عندنا قلب سليم ونحب المسلمين ومن بغضوا حتى واحد ومن سبوا حتى واحد ومن طيحوا بالقيمة دلتجوا واحد ولو شي واحد تشوفوا يقول في الطار وفي الطار والنفايات ما تعيبوشي ما تضحكش عليه قال لك اللي يتحقي الحق ومن نموشي في الناس والغيبة والناميمة وقيس على ذلك وكيقول الإمام دار الهجرة رحمه الله إمام مالك أعرف أُناس أعرف أُناس لم يكن لهم عيب فخاضوا في عيوب الناس فأوجد الناس لهم عيوب وقال كذلك رحمه الله وأعرف أُناس كان لهم عيب فستروا عيوب الناس فستر الله عيوبهم والله أحبابي الكرام هذا الكلام يجب علينا أن نكتبه بماء من دهب وهنعاوده سمع أن نعاود الله سنعاود كلام زوين هذا كلام في الصميم هذا رأي إمام صحبي هذا مش كلام دل الله هذا علم العلماء الأربعة رحمه الله سمع شنو قال لك قال لك أعرف أُناس لم يكن لهم عيب فخاضوا في عيوب الناس فأوجد الناس لهم عيوب وأعرف أُناس كان لهم عيب فستروا عيوب الناس فستر الله عيوبهم أصدقائي الكرام أحييكم تحية طيبة وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأليس الصبح بقريب والسلام عليكم طابت أوقاتكم بكل خير إلى اللقاء يا أحباب شكرا لكم وما تنساش يا أخي المشاهد تابعني أنا كنتكلم عن المحبين هذا العرض ضعيف يلي كنت تحب هذا العرض ضعيف ها القناة ديالي دخل للقناة وشوفوا هذا الفيديو يعني راه عمل لي البوز راه في الطندوس دي اليوتيوب ها ودخل له وعمل لي أبوني وما تنساش دراب لي ذلك الجرس حتى تتوصل بكل جديد إن شاء الله والسلام عليكم طابت أوقاتكم بكل خير الله حافظك يا أخوي الله حافظك لا حافظك لا رحمني والدين لا يلقينا في الجنة إن شاء الله ما أحببنا رسول الله والسلام عليكم هل أشتما نقوله يستدق الله رحضي ما صاف أخوة احنا درنا السلام عليكم والحفظ بالله ما نزد شي الله رحمني والدين وما تنساش يا أخي المشاهد تعملي أبوني سباك الله عليكم السلام عليكم ورحمة الله يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام ولا تنسع الاشتراك في القناة وتفعيل زر تنبيهاتي ليصلك الجديد ضمتم أحرار والسلام عليكم ورحمة الله ولا تنسع الاشتراك في القناة وتفعيل زر تنبيهاتي ليصلك الجديد ضمتم أحرار والسلام عليكم ورحمة الله